اشتركوا في القناة فقلت وعليك السلام يا أبتاء يا رسول الله فقال لي يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال لي يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظروا إليه وإذا وجهه يتنألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إنا جدك تحت الكساء فدن الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداء يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي إنه نعم قد أذنت لك فدخل الحسن معه تحت الكساء الله صلي على حد وعلي حد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إنا جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداء السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي إنه نعم قد أذنت لك فدخل الحسين معهما تحت الكساء الله صلي على محمد وعلي محمد عند ذلك أب بناب الحسين علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسين ويا أمير المؤمنين فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو معا ولديك تحت الكساء فدلالي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أخي ووصي وخنيفتي وصاحبا لوائي إنه نعم قد أذنتم لك فدخل علي معهم تحت الكساء عند ذلك دنوت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاء يا رسول الله يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي إنه نعم قد أذنتم لك فدخلت معهم تحت الكساء الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى نحو السماء وقال اللهم اشهد أن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم من لحمي ودمهم من دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم ويؤذيني ما يؤذيهم أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم وولي لمن والاهم وعدو لمن عاداهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل اشهدوا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شبسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسا فقال لا مين جبريد يا رب ومن تحت الكسا فقال الله عز وجل هم أغل بيت النبوة وموضع الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وابنوها فقال الأمين جبريد يا رب أتأذن لي نهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله عز وجل إنه نعم قد أذنت أولك فهبط الأمين جبريد وقال السلام عليك يا رسول الله العلي لاعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقولوا لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شرسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجريئه ولا فلكا تسري إلا لأجلكم وفي محبتكم وقد أذنني أنا هبط إلى الأرض لأكونا معكم سادسا فهنتأذنني يا رسول الله فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل الأمين جبريد وقال إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البايت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام خبرني يا رسول الله ما لجنوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي يا رسول الله والذي بعثني من حق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أغل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مغمومون إلا وفرج الله غمّا ولا مغمومون إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة وربي الكعب الله صلي على محمد وعلي محمد